شهدت فرنسا حالة غير مسبوقة من الجفاف الشتوي حيث عادت الضفاف الرملية المغمورة تحت أطول نهر في فرنسا بحلول بداية الربيع إلى الظهور في وقت مبكر وانخفضت مستويات المياه عن المعتاد وسط جفاف شتوي قياسي على مستوى فرنسا وأتواجه فرنسا واحدة من أسوأ موجات الجفاف الشتوية في التاريخ بلا أمطار كما أن نقص المياه وسوء المحاصيل وحرائق الغابات التي تأتي في وقت مبكر تشكل تهديدا حقيقيا بالإضافة إلى وجود جودة الهواء وانخفاض مستوى المياه في البحيرات والسدود